دعماً لعمل شبكة الكهرباء في السويداء وتتويجاً لأعمال الصيانة الاستباقية للشركة استعداداً لاستقبال فصل الشتاء وما يحمله من أعطال في الشبكة وصول قافلة مكونة من سبع شاحنات محملة بمحولات وأبراج توتر متوسط كابلات توتر منخفض ومتوسط وأمرأس ألمنيوم منخفض ومتوسط ضمن إطار جهود الحكومة لتحسين الواقع الخدمي في كافة المحافظات قامت وزارة الكهرباء مشكورة بإرسال قافلة من المعدات والتجهيزات الكهربائية إلى محافظة السويداء الهدف من هذه المعدات والتجهيزات هو تحسين واقع عمل شبكة الكهربائية بالمحافظة هذه المواد الاستراتيجية ستوزع في المحافظة تبعاً للأولوية والأماكن الأشد احتياجاً لتحسين وثوقية الشبكة وضمان استمرار المدة المحددة في التقنين بلا انقطاع والاستفادة منها بالشكل الأمثل محتوى هذه القافلة بالضم مواد استراتيجية لعملنا من محولات باستطاعات مختلفة من أبراج من كابلات من أمراض متوسط ومن خفض سنعمل على توزيعها بالشكل المناسب لكي نتمكن من الحصول على النتيجة المثلة لتحسين الواقع الشبكي وتقديل كم الأعطاء لعن الأخوة المواطنين إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في السويداء ودعمها بهذه المواد المقدمة من وزارة الكهرباء خطوة ستساعد بسد الاحتياج يأمل المواطن منها أن تساهم في تحسين واقع الكهرباء عموماً وفي الشتاء وما يحمله من أعطال كبيرة خصوصاً من السويداء أمل الشومري لقناة سمى الفضائية